الله يرحمك يا وزيدر الله يرحمك أحسن لك حنون وطيب خوطة مع خوطة بصر معهم وحبهم خوطة مع بعضهم طيبين كلهم كويسين خوطة معهم يحبوا كلهم حبوا لي يلحبوا يشدوا العيل يلخوطة ويلاختة ويلحبهم وحنون ناصر الله يرحمه وطيب بهذه الكلمات وصفت الحجة نعمة ابنها الشهيدة البطل ناصر مطفى لملوم ذلك المغوار الذي استشهد في ساحات الوغى ببوصنيب وقنفودة مقبلا غير مدبر رفقة أبطال سرية أرض لملوم المقاتلة والسرية السابعة والكتيبة مئتين وعشرة الذي أينما ذكر اسمه شهد له بالشجاعة والحكمة والبسالة والعزيمة علاء لملوم أخ ناصر الأكبر رغم صلابة ملامح وجهه وجديتها وتماسكها إلا أن مآقيه أبت إلا أن تذرف دموعها حين بدأ بوصفه ابن أخته وصف خاله بالأسد ليكمل الحديث عنه وهو مغتنق الكلمات ويختم حديثه بالله منصر الجيش على كلاب النار قالي ناصر رياح ما يسامح قالي ناو نعرف البطل كان بطل وحير في المحاول المسايب ولا محور المحاربة ليستشرف كان فوتا لكن الكلاب دواعش الكلاب ما يقدرش ولا واحد يخلين يقتلوا كل الميحبوا يصوروا معنا ويلعبوا معنا ويضحكوا معنا وفي كل حاجة ما خلها عندنا بكل يستجد ناصر لملوم الذي التحق بالقوات المسلحة فور انطلاق عملية الكرامة في الخامس عشر من مايو الفين واربعة عشر حيث أمن هو ورفاقه الأشاوس مناطقهم وأحياءهم السكنية استجابة لنداء الواجب فهتهوا في الانتصارات معا وحزنوا لفقدان أحدهم فأولئك الأبطال أجبالي والطابوني والغرياني والجلالي والمصراتي والمصماري والجراري والزوي وبشعالة والحموش والبرعصي والمصراتي والامسلاتي وبعي والفرجاني فناصر لملوم أحد أولئك الأشاوس ذلك المغوار الذي لم يكمل ربيعه الثالث والثلاثين كتبت صحائف المجد والعزة قصصه وتغنت بشجاعته الأنشيد ذلك الوطني الذي أبى أن يقيم زفافه قبل أن تتحرر قنفوده ليستشهد قبل زفافه بأربعة أسابيع مرددا ينحارب كيف التريس يأم من عيش في بلادي ليزفى عريسا في الثامن من ديسمبر الماضي ضاحكا باسما يتألق نورا مستبشرا بالجنة التي وعدهم الرحمن بها فطوبى له ولرفاقه ليظل سيتهم في الدفاع عن أرض الوطن ذكرى نتغنى بها في قواميس الجهاد والشجاعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر